موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ رفعة بدوي أهلا وسهلا بك أستاذ رفعة في ستوديو الميادين بالطبع سنبدأ من بيان غرفة العمليات المشتركة في حلب وأن الجيش السوري بدأ عملية عسكرية واسعة في ريف حلب الجنوبي الغربي من ثلاثة محاور الأول من جهة خانتومان وصولا إلى بلدة الزربي والثاني من جهة جبل عزان وصولا إلى الحضر أما الثالث من جهة الوضيحة التي استعاد الجيش السيطرة عليها كما يقول البيان كيف يمكن قراءة هذه الخطوة اليوم أنا بالتأكيد اليوم سوريا تشهد تحولات كبرى إن كان على الصعيد العسكري أولا ومن ثم فيما بعت على الصعيد السياسي لأن كل هذه التحولات العسكرية التي شهدناها في الفترة الأخيرة هي تعتبر طريق ممهد لعملية سياسية قادمة لكن حتى الآن ننتظر النتائج التي تكون مؤثرة على المسار العملية العسكرية الكبرى منذ يومين كان هناك عملية كبرى لكن الحقيقة الأمر نكون واضحين أو بالأحرى شففين مع المشاهدين فوجئنا بمقاومة كبيرة أو بكمين كبير مما عاد ترتيب الأمور عن جديد اليوم اتخذ القرار فجرا ببدع العملية العسكرية الكبرى في مناطق ريف حلب وريف حمص لتأمين المنطقة أكبر منطقة ممكنة تمهيدا للعملية الأكبر والأوسع والأشمل التي تشمل شمال سوريا وفي ملاحظة هنا أن هذه العملية كانت من المنتظر أن تبدأ منذ حوالي ثلاثة أو أربعة أيام لكن فوجئنا بتحرك في الجنوب السوري كان هذه العملية يجب أن تتم منذ أربعة أيام كان هناك تحرك في فوجئنا في تحرك مشبوه في جنوب السوري كيف؟ ما هي مقومات هذا التحرك؟ مقومات هذا التحرك أنه بعد المسلحين حاولوا في اللعب في الجبهة الجنوبية القريبة من القنيطرة وإذا تلاحظي أنه من فترة بسيطة أعلنت إسرائيل أنها قصفت موقع للجيش العربي السوري في منطقة القنيطرة وهذه كانت أيضا محاولة رغم أن هناك خمس محاولات كبرى فشلت في الجنوب السوري لكن هذه المحاولة أيضا فشلت وضربت في مهدها الآن يتم تفريغ القوى العسكرية في مناطق الشمال السوري لأن تكون ساحة ساحة لأنه الهم الأساسي للجيش العربي السوري المجهز اليوم بأسلحة حديثة هو تأمين المنطقة المحاذية بالحدود مع تركيا لإيقاف هذا النزف وإيقاف هذا الدعم والحركة التي قامت بها تركيا منذ يومين وهي الدخول والتغول في العمق السوري مئة متر بحجة أن هناك تريد أن تقيم منطقة عازلة تركيا تتخبط اليوم في عدة اتجاهات تركيا تتخبط على السعيد الداخلي تتخبط على السعيد العسكري تتخبط على سعيد الإرهاب الذي بدأ يطل برأسه اليوم من أنقرة مئة قطيل ومئتي جريح هذا أمر وعنده الانتخابات جديدة هي تريد اليوم اللعب على وطر الجبهة السورية من أجل تحصين بالصاد تحصين وضعها الداخلي انتخابي وضع رجب طيب أردوغان وحزبه الداخل لكن هذا أمر فتاة ليلة هي محاولة فقط لتحصين وضعها الداخلي وأيضا هناك عملية عسكرية بدأت اليوم هي بالقصد منها قصد سياسي وقصد عسكري تأمين المنطقة عسكريا وأيضا توجيه ضربة لرجب طيب أردوغان بالداخل التركي لأن نجاح هذه العملية تعني بأنه فشل مشروعه لرجب طيب أردوغان وهذا ما يؤثر على سير الانتخابات المرتقبة لرجب طيب أردوغان على كل حال عن هذه الانتخابات وعن علاقة السعودية بهذه الانتخابات وبحزب العدالة والتاني سنتحدث ولكن لاحقا حتى لا نحرق المواضيع كلها سنتابع النقاش أيضا ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم مشاهدين نستهل هذه الجولة من لبنان مع صحيفة البناء ونقرأ في عنوينها السعودية تشتري بملياري دولار انتخابات أردوغان لتمديد حروبها تقدم عراقي في بيجي وتدحرج الانتصارات السورية في الجبهات كلها الحكومة تتقاعد مع العميد روكوز وخيط الحوار يمنع السقوط الكامل أيضا في البناء نقرأ 33 شهيدا و1300 جريح باعتداءات العدو الكيان الصهيوني ترعبه سكاكين مشبوهين بفلسطين اليمن يسقط طائرة حربية للعدوان السعودي من البناء اللبنانية إلى الوطن العمانية وجاء فيها سوريا تثمن أفكار إيران لحل الأزمة والجيش يشرع بعملية جديدة بحمص إسرائيل تحول القدس إلى ثكنة وتشن حملة اعتقالات مسعورة وفي اليمن الأمم المتحدة تدعو لمحادثات سلام قريبا من الصحف السورية نختار صحيفة الثورة وجاء في عنوانها الأول الرئيس الأسد لبروجردي سوريا تثمن الأفكار الإيرانية والمنطقة والعالم سيحصدان ثمار تعاون الأصدقاء مع سوريا في حربها ضد الإرهاب ميدانيا الجيش يتقدم بريفي دمشق وهمس ويستعيد فورو الصفصافة بريف حما ونعام بريف حلب ومزارع الأمل بريف القنيترة ويوسع نطاق سيطرته بدرع أما الآن فننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط ونختار من عنوانها وزير خارجية البحرين بعد الحزم دول الخليج تتحمل مسؤولياتها وحدها ولا تعتمد على حلفائها قال في حوار مع الشرق الأوسط إنه لو لا تدخل السعودية بقيادة خادم الحرمين في لحظة حاسمة لتغير شكل المنطقة وحرب إيران في المنطقة رخيصة التكلفة أيضا في الشرق الأوسط القدس ثكنة عسكرية وذعر وسط المستوطنين إسرائيل تشدد إجراءاتها الانتقامية ضد منفذي عمليات المدى وذويهم بهدم المنازل وسحب الجنسيات الأمم المتحدة مشاورات اليمن تصطدم بنعدام الثقة محاولة حوثية فاشلة لإطلاق السكود باتجاه السعودية أما الآن فننتقل إلى صحيفة الدستور الأردنية وفيها فتاة يهودية تشارع سحق الرؤوس الفلسطينيين الرعب يلاحق الإسرائيليين وبدء سحب الجنسية من إسراء عابد وعلى زيود الجيش الجيش السوري يوسع عملياته البرية بإسناد جوية روسي روسيا تنسق عملياتها الجوية مع إسرائيل والقوات العراقية تحرر بيجي من داعش وتكثف هجومها على الرمادي من الأردن إلى البحرين مع صحيفة الوسط وفيها وزير الإعلام للوسط لانية بحرينية لشراء القبة الحديدية من إسرائيل أيضا في الوسط بوتين يندد بموقف واشنطن في النزاع السوري ختام هذه الجولة مشاهدين من تونس مع صحيفة الشروق ونقرأ فيها قرية مزرق الشمس بالقصرين مهددة معسكر تدريب وثلاثون إرهابيا الهدية حجز خمسة وعشرين طن من الكتب الدينية التكفيرية اتفاضة السكاكين غليان والقدس على فوهة بركان وفي الختام الشروق تتقص أخبار الشراب والقطار في ليبيا مفاوضات متقدمة لتسريحهما قريبا ما هذا العنوان نصل إلى ختام هذه الجولة نعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعة شكرا شكرا هبة الله بطار على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم استاذ رفعت هايك جولي على هذه العنوين نبدأ من آخر أو قبل آخر عنوان وهو ما له علاقة في القدس وفلسطين المحتلة وما يحصل حاليا برأيك هل يمكن الاستثمار وهل يمكن أن يعني يمكن الاستثمار من هذه التحرك وهذه الهبة الشعبية التي حاليا في فلسطين المحتلة يعني نواجه التحية أبل كل شي للأشيوس الأبطال اللي عم قاوموا العدو الإسرائيلي بصدورهم العارية أبل كل شي و بسككين المطبخ و بكل ما قوتي من قوة يعني نحن عم نشوف عبر الشاشات ما حدا عم يخبرنا عبر الشاشات عم تتنقلها وكالات الأعلام أنه عدمات ميدانية بيكون جريح بالأرض وعن يكفوا عليه السباب يكال عليه وعلى قضيته وعلى دينه وعلى كل ما أتي في هذا الجو يعني أنه وجه التحية للشعب الفلسطيني الذي قام بهذه أنا بسميها انتفاضة حتى البعض لحد الآن بيقول أنه لم ترتقي إلى مستوى الانتفاضة لكن أنا أقول أنه أي طفل فلسطيني أي شاب فلسطيني يقاوم إسرائيلي فهذه انتفاضة ويجب أن نعمم هذه الانتفاضة ماذا يجب ولكن ماذا يمكن على الأرض يعني حاليا بعد كل ما يجري وسط كل ما يجري في حول فلسطين يعني وحول هذه القضية هذه رسالة كبيرة سدية رسالة كبيرة للعالم كله وللولايات المتحدة وللمستسلمين للعدو الإسرائيلي وللعرب الذين استسلموا وباعوا فلسطين للعدو الإسرائيلي والولايات المتحدة بأنه رغم كل ما يجري من حولنا بأنه كان لنا قضية أصبح لنا قضايا كان لنا مشكلة مركزية اسمها قضية فلسطين أصبح لنا مشاكل اليوم رغم هذا وكله فلسطين تصوب البوصلة يعني لاحظت بالفترة الأخيرة فيه تقصير إعلامي عربي من ما حصل يعني بتسليط الضوء إلى ما حصل حتى بعد وسائل الإعلام أدان الفلسطينيين للأبطال الذين يقاومون العدو الإسرائيلي ويتعنون من المستوطنين يعني نسينا مثلا محمد أبو غدير نسينا الدوابشي ولد رضيع نسينا الإجرام الذي يتم كل يوم بحق الفلسطينيين وحرق المنازل وهدم المنازل وحرق أرزاق الزيتون وأراضيهم وحرمهم من البناء في أراضيهم هذا أمر لا يطاق يعني لا يمكن أن يطاق اليوم صباحا شهد التقرير مفصل عن فلسطينيين 48 الذين تحركوا هم في أعداد 21% من أعداد سكان فلسطين المحتلة لكن للأسف أنه وسيلة الإعلام يعني ما بدنا نجيب سيرة وسيلة إعلام معينة لكن وسيلة الإعلام التي ذكرت هذا التقرير يعني قالت بأنه الدولة اليهودية للأسف أنه هذا عمورجيكي قداش هي وسيلة لبنانية وسيلة لبنانية للأسف يعني بس بورجيكي أنه قداش قضية فلسطين عم يحاولوا يميعوها لكن الذي قام بها الشعب الفلسطيني اليوم يعني ولا مرة كان رأي يعني جزء من اللبنانيين غير هذه المحطة يعني ربما تمثلهم على لا للأسف حتى كمان فيه نوع من الطبيد لطبيد صورة بعض الأشخاص الذين تواطوا مع العدو الإسرائيلي وبعوا قضية فلسطين وهم فلسطيني يعني يتبروا باعوا قضيتهم وذهبوا إلى البترو دولار وجلسوا في أحضان البترو دولار وهم اليوم جهابزة ينظرون على العالم العربي كيف يمكن أن نعمل صلح مع العدو الإسرائيلي بينما نحن لا نفهم فلسطين إلا من بحرها إلى نهرها هلأ كيف نبني عليه اللي صار في فلسطين ممكن أن نبني عليه وأنا أقول لك بأنه هذه انتفاضة بكل معنى الكلمة سيتم التعويل عليها لأنه من غير هذا الكلام لأول مرة العدو الإسرائيلي يسجل نسبة غياب كبرى عن مراكز العمل في المدارس وما يشكل خوفا من الأبطال الشباب الصغار هنا لابد أن نشير إلى أن أحد المستوطنيين تعنى مستوطنا آخر أربع مستوطني أه صحيح ضمن منه بأنه فلسطيني بأنه فلسطيني فهذا الرعب الأدو الإسرائيلي لا يفهم إلا هذه اللغة نعم لا يفهم إلا هذه اللغة نحن نريد أن نبني على هذه الانتفاضة وأنا أكرر بأنني أسميها بانتفاضة كيف يمكن أن تستفيد هذه الهبة الشعبية في فلسطين المحتلة مما يحصل حاليا تحديدا من الدخول الروسي على خط النزاع وعلى خط أحسنتي أحسنتي في الشرق الأوسط في هذه اللحظة المناسبة الذي دخل فيها الروسي على خط الأزمة الكبرى يعني هي سورية دخل عسكريا دخل عسكريا طبعا بس بالتأكيد الموضوع العسكري سيترجم سياسيا فيما بعد لكن أنا أقول لك بأنه في هذه اللحظة بالذات يعني في دخول سياسي قبل يعني ولكن حاليا هو العسكري فيما بعد سيترجم سياسيا بالطبع بالطبع كحل السياسي نتائج العسكر ستترجم لأنه أي عمل العسكري يكون له ترجم سياسي بالوقت اللي دخلت روسيا بثقلها وقررت الدخول مباشرة على خط الأزمة السورية بهذا الدعم والكم والنوع من الدعم العسكري في سوريا قلبت الطاول وقلبت الموازين إذا بترجع بالذكر لورا نتنياهو عندما زار موسكو يعني كان مخير بين أمرين إما أن تزود سوريا بأحدث أنواع الأسلحة للجيش السوري مع العديد الذي تم تدريبه في موسكو كان هذا أمر واضح يعني أمام نتنياهو وإما أن تأتي روسيا هي وتدير الموضوع بنفسها فكان عنده خيارين مرين اليوم نتنياهو أو العدو الإسرائيلي لم يعد كما كان في السابق خياراته ضيقة جدا وأفهم رسالة يعني من قبل الروس نتنياهو أفهم رسالة واضحة بأنه المجال اللعب على الساحة السورية أصبح ضيقا ويقطع إلى حسابات دقيقة جدا لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع نذهب إلى أبرز ما جاء في الصحف الروسية وإقرأ روسيا إقرأ روسيا والتفاصيل كوميرسنت رابطة الدول المستقلة تؤكد أن الإسلام ضد الإرهاب كان رأيس الروسي فلاديمير بوتين من كازاخستان انتقاداته للولايات المتحدة لفشلها في التعاون المثمر لمكافحة الإرهاب في سوريا بوتين وخلال قمة رابطة الدول المستقلة أكد مع نظيره الكازاخستاني نور سلطان نيزار باييف ضرورة المضي قدما في محاربة المتطارفين الإسلاميين خصوصا أن الإسلام كان وسيبقى ضد الإرهاب نيزار باييف اقترح إنشاء منتدى دولي للتأكيد أن الإسلام ضد الإرهاب لأن الوضع في سوريا يشكل تهديدا مشتركا ولا سيما في منطقة آسيا الوسطى بوتين دعم اقتراح رئيس الكازاخستاني وأضح أن موسكو تدعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب سواء في سوريا أو في دول آسيا الوسطى وقال إنه رغم المواقف الأمريكية غير البناء سنترك الباب مفتوحا ونأمل التفاوض مع جميع الأطراف في هذه العملية المعقدة ولم يغف بوتين امتعاضه من عدم التعاون الأمريكي مع روسيا بوتين لفت إلى أنه يمكن لواشنطن أن تنتقد تصرفات موسكو أو اقتراحاتها حول التسوية السياسية في سوريا لكن رفض التحاور معها ليس سوى علامة ضعف نزاف سيمايا جزيتا واشنطن لن تتعاون مع موسكو لمكافحة الإرهاب واشنطن ترفض التعاون مع موسكو لمواجهة تظيم داعش في سوريا ما يشي بعدم تحسن العلاقات بين الدولتين في المدى المنظور البيت الأبيض يأخذ على الكريملين تنفيذ أجندة خاصة في سوريا ما يجعل الجهود الروسية في مكافحة الإرهاب غير بناءة ويزيد من عزلة روسيا في المقابل ترى موسكو أن رفض واشنطن الدخول في الحوار لا يسهم في مكافحة يدل على جدية روسيا في تشكيل تحالف ضد الإرهاب على شكلة التحالف ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية واشنطن وإن كانت لا ترحب بضربات العسكرية الروسية لداعش والنصرة إلا أنها وبحسب الصحيفة لا تنوي وضع العصي في الدوليب ولن تعمل على عرقلة غيرات الطائرات الروسية في سوريا إذن لنكمل الفكرة التي بدأت بها قبل التقرير أستاذ رفعة تعني عن موضوع كيف يمكن أن تستفيد فلسطين المحتلة من تغيرات الحاصلة حاليا حولها كما قلت لك بأنه هذه اللحظة التي دخل فيها الروسية على المنطقة وأصبح اليوم تسبح المنطقة في فلك الروسي تحديدا لأنه من روسيا سيولد الرحم الجديد للعالم الجديد من سوريا من سوريا نعم من سوريا تزبط كمان من روسيا فإعادة الضوء إلى المشكلة الفلسطينية ومشكلة الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وفلسطيني يعني تحديدا أحرج الجميع بما فيهم السلطة الفلسطينية أحرجهم كلهم اليوم القوى المقاومة سوف تستفيد من هذه الانتفاضة إلى أبعد مدى لإظهار الملف الفلسطيني عربيا وعالميا الملاحظ أنه ولا استنكار من دولة عربية كبرى هي يعني تعتبر برائدة الإسلام في هذه المنطقة ضد العدو الإسرائيلي بممارسته ضد الفلسطينية بالفترة الأخيرة طب أيضا الفلسطيني الوضع الفلسطيني والملفات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ليست واحدة هناك من هو ضد روسيا وضد هذا التدخل في كما تقول أحسنتي أحسنتي ما تستحي منه هذا السؤال لا بالعكس هذا كيف سينعكس أيضا كيف سينعكس على القضية وعلى كيفية الاستفادة نحن يجب علينا أن لا نظم القوى المقاوية ضد العدو الإسرائيلي هناك شهداء سقطوا ممن تعنيهم لأن هناك شخصيات سياسية في حماس ليس فقط في حماس هناك أيضا آخرين نحن نعني الذي ظهر إلى الإعلام ودانا التدخل الروسي في سوريا وكان له موقف لافت للأسف أنه هذا موقف يغير تماما التوجه المقاومة ضد العدو الإسرائيلي وتوجه هذه القوى أنا أفصل تحديدا بين القوى العسكرية والقوى السياسية أنا أفصل تماما مع أنه في الظاهر أنه ما في فصل بناتهم لكن أنا كل إنسان يقدم دماء ضد العدو الإسرائيلي أحترمه وأجله هذه الحركة حركة حماس قدمت للعدو الإسرائيلي بشقة العسكر كيف يمكن أن نعكس الخلافة الفلسطيني الداخلية على بالتأكيد سيكون له تأثير سلبي لكن اليوم في دعوات لتوحيد الموقف الفلسطيني تجاه ما يجري مع العدو الإسرائيلي وتوحيد الصف لإعادة الإمساك بالملف الفلسطيني بعد أن كاد أن يضيع حتى إعلاميا من يد الجميع هناك من ينظر بوجهة نظر سلبية وتشاؤمية من نتائج زيارة نتانياهو إلى موسكو ولقائه مع الرئيس أروزي فلاديمير بوتين وهناك من يعتبر بأنه كما أخذ بوتين ضمانات لابد أن منح نتانياهو أيضا ضمانات منحة من أي نوع النية وعسكرية لا أحد يستطيع أن يمنح نتانياهو ضمانات بالحق الفلسطيني حق الفلسطيني يمثله الشعب الفلسطيني لا ليس فقط في الحق الفلسطيني لا حتى في على مسار عمل المقاومة من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا لا أعتقد ذلك لأنه قرار المقاومة اللبنانية تحديدا تنبلش من المقاومة ينبع من مصلحة لبنان ومصلحة المقاومة لأن المقاومة عند العدو الإسرائيلي لا يمكن أن تهون معه هذا واحد لا يمكن أن تنمو ساومة على هذا الموضوع أما فيما خاصة جبهة الجولان صرح الرئيس بوتين بأنه قال لنتانياهو يجب عليك العودة إلى استاتيكو الذي كان سابقا قبل 2011 استاتيكو بالحدود بين الجولان المحتل وسوريا بمعنى آخر ذكروا بأنه نحن عرضنا عليكم بأن نكون نحن بدل الأربعين الأندوف العنصر من الأندوف الذين خطفوا من قبل عناصر النصرة لكن أنتم رفضتوا الآن أصبحنا اليوم على الميدان ما رح يقدر يرفض اليوم فاستاتيكو القديم حتى يتم الانتهاء من الأزمة الأرهاب في الداخل السوري وعندما يستلم الروسي مكان بمزدوجين الأندوف في سوريا ماذا سيغير؟ ماذا سيغير بالمعنى؟ هو لم يستلم حتى اليوم حتى اللحظة لم يستلم فيما لو هناك محاولات لدخول في مباحثات حول تسويق لما يسمى بالمبادرة العربية التي قررت في لبنان في بيورد عام 2002 هناك من يقول بأن المفاوضات تتوشيك مع الدخول الروسي على خط الأزمة لا حتى يعني صار فيه شخصيات سعودية تجاهر باللقاء مع شخصيات إسرائيلية في قبة حديدية ربما تشرب للسعودية حتى ولو حتى ولو هذا كله لك إداء أمام إرادة الشعوب لا المجاهرة ما عادت شيئا أمام إرادة المقاومة وإرادة الشعوب تشبث بالحق لا يقف بجملة لقب حديدية ولا إرادة الدول إرادة الشعوب هي التي تحكم برأيك كل هذه النظرات أو كل هذه المخاوف التي تثار حول دخول الروسي على خط الأزمة خاوف من أي نوع مخاوف من أن كما قلت لك ما هي التطمئنة التي منحت لنتانياهو هناك من قال في البداية طبعا هذا خطأ وأثبت فيما بعد أن هناك تقسيم وكانت روسيا تريد أن تكون حاضرة على هذا التقسيم لتحافظ على حصتها في سوريا طبعا هذه المخاوف حاليا يحكي عن مخاوف أمنية لها علاقة في التنسيق بين روسيا وإسرائيل شوف بدي خبرك شيء وهذا للأمانة يعني العلاقة بين روسيا وسوريا علاقة استراتيجية لا يمكن اللعب فيها أو التعويل على أنه ممكن يكون هناك في صفقات من تحت الطاولة وفوق الطاولة على حساب سوريا وعلى حساب روسيا في معاهد استراتيجية بين الدولتين الحفاظ على الدولة السورية هو الأهم دي خبرك شيء كمان مفروض تعرفي أنه الضباط قادة الجيوش النخبة الذين وصلوا على سوريا أول ما نزلوا من الطيارة قبل ما يلاقوا يعني يلتقوا بأي مسؤول سوري ذهبوا إلى ضريح الرئيس حافظ الأسد في القرداحة وأدوا له التحية العسكرية من هون يجب علينا أن نفهم مدى العلاقة ليس مفروض أعرفها لازم أعرفها أي بدل من هون يجب علينا وانا كتبت حتى كمان يجب علينا أن نفهم مدى العلاقة الاستراتيجية بين روسيا قديما وجديدا يعني الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادي مع سوريا هذا مبناء كل التوصية بروسيا بسوريا من روسيا كانت مدى يعني بطرس الأكبر هو الذي أوصى بالعلاقة الدائمة مع سوريا حتى لو اضطرت الامبراطورية الروسية أن تفتت الامبراطورية تأكيدا على جوابك أنا أقول لك بأن المسؤولين الروس وفي مقدمهم يعني لفروف يقول بأنه لا نستطيع فرض أي شيء على السوريين السوريين هم من يقرروا بأنفسهم فمن هنا أقول لك أنا لا يمكن اللعب على الوطر هذا هي هنا في مشكلة الحقيقة في فهم الموقف الروسي والدور الروسي الكل معتاد على الأوامر التي ممكن لبعض الأدوار الغربية أن تؤديها في الملفات ولكن الروسي يعني في سياسة مهم مختلفون في شيء بدي خبرك كمان أنه تم لقاء بين كبار البحثين في المنطقة مع شخصية عربية كبيرة وكان الجواب أنه التدخل الروسي كيف سيتم الرد عليه من الغرب كان فيه تركيز على هذا الموضوع المفاجأة اللي فاجأت فيها أنه أنتوا ليش دايما حطين من الرد يعني من الشخصية العربية اللي عاد عم بلقي أنه ليش أنتوا حطين ببالكم أنه الغرب دايما بيقدر برد الغرب اليوم في أضعف حالته مش رح يقدر يرد وعطانا تفاصيل يعني وأنا كمان بيانت بعدة مقالات لكن فيه أقضي عند المواطن أو عند المسؤولين أنه الغرب سيرد الآن اليوم المواضيع كلها نقلق قاله لأشوف أيضا يعني أوكي بس هلأ حتى لا نفتح هذا البعض لأنه موضوع كبير نذهب إلى فاصل ثم نتابع هذا الكلام لأنه مهم يعني من المفيد أن يكون مستمرا إذن أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى جزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبع أعود وأرحب بضيفنا في الستوديو الباحث في شؤون الإقليمية الأستاذ رفعد بدوي أهلا وسهلا بكم أستاذ رفعد كنا نتحدث عن كيف سيرد الغرب يعني وكيف سترد الأمريكا وربما هناك من قال كيف سترد السعودية على كل هذه الخسارات التي وصفت يعني كما تقول المعلومات إنها منيت بها حتى الآن قال لفروف بأن السيناريو الليبي والعراقي والسوري ربما ينطقل قريبا إلى لبنان صحيح أليس هذا برد لا هذا صحيح لا هذا منه رد لألك الغرب في الشقة الثانية من السؤال هو الأصح كيف ترد المملكة العربية السعودية الغرب اليوم هو اليوم أعجز من أن يرد لأنه إذا يجينا الولايات المتحدة اليوم انكفأت وذهبت في مرحلة الكومة لدارة الانتخابات الرئاسية الداخلية لن يستطيع الرد إلا من خلال بعض من يعني هم حلفاء في المنطقة الشيء الأساسي الذي تفضلت فيه المملكة العربية السعودية كيف ممكن أن ترد هي المملكة العربية السعودية ونلاحظ أنه الحركة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في هذه اليومين ناشدة جدا في اتجاه تركيا تركيا التي لعبت الدور السيء الأكبر في سوريا وهذا أيضا يعني كمان باتجاه فرنسا التي باعت المواقف باتجاه روسيا نعم باعت المواقف بعشر مليار دولار بصفقات أسلحة للمملكة العربية السعودية الخوف من الساحة اللبنانية كما أشار لفروف هو محق بهذا الموضوع ويجب علينا أن نتنبه لأنه في عدة عوامل بطرأت علينا بالفترة الأخيرة هلأ خليني أكون صريح يعني هو لا أنا مش عام بلوم الحراك الشعبي الحراك الشعبي هو محق في مطالبه ضرورة وتأخر ربما وتأخر صحيح ونحن ندعم هذه المطالب وندعم هذا الحراك الشعبي لكن هناك قسم من هذا الحراك وجد من خلال سفرات يعني نكون محددين حتى لا يضمع الجميع بعض الحملات لا لا بعدها يعني جزء بسيط منها يعني وضع بشكل تراكمة أعتقد بأنه اللي استعماله في وقت معين لإثارة الشغب أعتقد ذلك وهذا ما أشار له لأفروف بأنه ممكن أن تكون الساحة اللبنانية وأنا يعني هو دعا ونحن كنا عم ندعي دائما لكنه لم يشر إلى الحراك مشارل الحراك لا هو لأفروف مشارل بس أنا عم إليك أنه تراكم الأحداث عم نربطها ببعضها يجب أن يكون أو بالأحرى هناك قسم صغير مرتبط ببعض السفرات يعمل على تراكم الأحداث في لبنان من أجل استعمال الشغب في لحظة معينة ترتقيها بعض الدول الإقليمية مناسبة للخربطة على التدخل الروسي أو للرد على التدخل الروسي انطلاقا من الساحة اللبنانية من هون جاءت زيارة وليد بيك جمبلات إلى الرياض من هون جاءت زيارة وليد جمبلات إلى السعودية أنه يريد تطمينات أم لديه مطالب لا ما مش عنده مطالب هو يريد تطمينات وهو ذهب إلى بالاتفاق مع الرئيس بري تحديدا لمحاولة جدية استشفاف الموقف السعودي من آخر التطورات واخر خصوصا الموقف الروسي في سوريا وإن كان هناك نية لتسهيل بعض الأمور في لبنان وأنا حسب معلوماتي أنه يعني تكلم مع السعوديين بلغة أنه إذا كان ما بيصير في تسهيل الأمور في لبنان على الساحة اللبنانية وحفاظ الساحة اللبنانية ما هي تسهيل الأمور فقط لنشرح المشاهدين يعني انتخابات رئاسية على انتخابات رئاسية منا نبين لحد دل يعني ما في مؤشرات يعني تسهيل الأمور بتتعاطي السياسي ولا تبقى الأمور كلها معطلة لأنه اليوم نحن دخلنا في مرحلة الكومة بكل شيء بالدولة بغير الدولة بالمسؤولين غير المسؤولين معنا غير تصريح فتفاضة من دون النتاج على الأرض يعني وملاقي أنه كل شيء معطل يجب علينا التنبؤ بأنه إذا كانت الساحة اللبنانية ذهبت إلى الفوضى يعني معناته خسرنا اتفاق الطائف وخسرنا النظام في لبنان وذهبنا إلى مؤتمر تأسيسي جديد طالما هل السعودية هل تريد أيضا الذهاب إلى هذا المؤتمر وبتالي خسارة الطائف وخسارة وجودة في لبنان لأنه بتأكيد أي مؤتمر تأسيسي السعودية غير موجودة فيه بتأكيد ماهم مشين هيك لأنه الطاولة اليوم عم تنقلب في طور الانقلاب اليوم الطاولة السورية لأنه مثل ما قلتلك من الأرض السورية سيولد العالم الجديد فهذا ما كتبته حضرتك أيضا سوريا من هنا يولد العالم الجديد صحيح من هون أنا أعمل لك هو ذهب وليد جنبلاط إلى المملكة العربية السعودية من أجل التنبيه بالحفاظ على الدور السعودي المتوازن حسب تعبيره في لبنان وإلا سنذهب إلى مؤتمر تأسيسي لن يكون لكم أي دور فيه وهل لدى وليد جنبلاط ونبيه بري مخاوف من غياب الدور السعودي خاوف من غياب السعودي تنبيه لحماية الساحة اللبنانية الهدف من الزيارة هو بالتنصيق بين رئيس بري وليد جنبلاط هو طب بماذا رجع ما عندي معلومات بشو رجع الحقيقة بس بدنا نرتقب هلأ المواقف السعودية وفي ملاحظة بسيطة يعني أنه تجمع العلماء المسلمين عندما تحرك منذ يومين أو ثلاثة تحت عندما تجمع العلماء المسلمين ضد التحرك اعترض على التدخل الروسي اعتراضا على ما سمها التدخل الروسي التدخل الروسي لكن يعني خليني أهم بالإشارة أنه هذا يأتي ضمن نطاق أو بأوامر من المملكة العربية السعودية نكون صرفين هو يأثمر بالسعودية نعم بالتأكيد يعني تكون واضحين ما بقى في شي مخبع لنا الناس كلها تعرف لكن أنا أقول بأنه شايفوا التدخل الروسي في سوريا يعني ما شايفوا مثلا تدخل أمريكي في العراق ما شايفوا التدخل السعودي في اليمن أصلا الدخول الروسي يعني ليس بجديد على خط الأزمة أكيد روسيا لم تترك سوريا منذ الاتحاد السوفيتي أنا وانت بنعرف يجب الناس أن تعرف هذا بالإضافة أيضا أنه سياسيا روسيا لم تترك سوريا حتى الآن هذا هنا يعني هو مستكمل دور عسكري مستكمل للدور وبطلب من الفكومة شوف رجعك أنا بس بالذكرة لورا سنة 2003 إجا كولين باول على سوريا زبت الزكري معلش حتى لو خرجنا عن الصياق وبتعرف أنه الشروط التي يعني أملاها يوميته إجا بده يمليها وانتهى الاجتماع قال له أنه الرئيس الأسد يوميته هذه ما بتمشي معي وكل الأمور مش زابطة منذ ذلك اليوم وبوتين حريص على سوريا منذ ذلك من 2003 وفي اتفاق استراتيجي عقد بين روسيا وسوريا في 2007 لحماية سوريا بدنا ننتبه لهذا الشغل يعني هذا برجعنا الذي قال أو شكك بالدور الروسي بأنه ممكن أن يعطي شيء على حساب سوريا أو على حساب المنطقة أو على حساب قضية فلسطين أنا أقول لك لا لكن روسيا اليوم تدرس خطواتها بتؤدى كل يوم بيومه لا تشوف النتائج ما بده توصل ولا يمكن أن تفعل ساعتها حسابا لابد أن نسأل عن الظروف الإقليمية التي دفعت بالدور العسكري الروسي حاليا لابد أن نسأل أيضا يعني أنه بعد الانتخابات الأمريكية هل سيكون هناك أي رد بعد الانتخابات الأمريكية بدك تحكيني بسنة ولا أعتقد بأنه هناك رد لأنه أصلا الولايات المتحدة اليوم هي في حالة انسحاب تدريجي يعني طبعا الدبلوماسية تعمل على سنوات هي تعمل إيبا هناك معركة دبلوماسية عنيفة تدور خلف الكواليس اليوم للناس تعرف أنه في معركة دبلوماسية روسية أمريكية خلف الكواليس عنيفة جدا تدور تدور روحاها يعني أشدوا ضروطا مما يجري على الأرض في سوريا وهذا من نتاجه بعدين بده يتظهر العمليات العسكرية ستساعد في تظهيره هذا يعني يكون للكل لكن الروسية لا تستطيع يعني هي لا تريد فرض أي حل في المنطقة وخصوصا على الحلفة بمجمل هل سيكون لها دور في لبنان لروسيا؟ أنا أعتقد بأنه هناك سيكون لها دور وهذا يتوقف على نتائج الأرض السورية سيكون إنعكاسه على لبنان يعني واضح جدا طب على كل حال سنتابعه لكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار اللبنانية باريس تتواصل مع أنصار الله إشارة سياسية جديدة سجلت أمس من باريس ومن الأمم المتحدة تحي بإمكان دفع العملية السياسية لحل الأزمة اليمنية بعد مراوحة وتعنط سعودي دام طويلاً فيما حافظ الميدان اليمني على سخونته حيث تمكن الجيش واللجان الشعبية من إصابة قاعدة الملك خالد في خميس مشيط السعودية للمرة الثانية إلى جانب أسر ثلاثة جنود سعوديين وعلمت الصحيفة أن فرنسا أرسلت دعوة إلى حركة أنصار الله لزيارة باريس وعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين لبحث الأزمة ولا تزال الحركة تدرس قبول الدعوة أو رفضها وأطلقت قوات الجيش ولجان الشعبية أمس صاروخ سكود على قاعدة الملك خالد الجوية المتحدث رسمي باسم القوات المسلحة اليمنية شرف غالب لقمان أكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية معتبراً أن استهدف هذه القاعدة المهمة هو الرد على العضوان السعودي على اليمن البناء السعودية تشتري بملياري دولار انتخابات أردوغان ذهب وزير الخارجيات السعودية إلى تركيا ليستفيد جزئياً من النصائح الأمريكية والأممية بضرورة الخروج من الأزمة اليمنية قبل أن تنتهي الانتخابات المقبلة في تركيا بهزيمة الإخوان المسلمين فقررت العائلة المالكة الاستدارة نحو تركيا وسعي لإمداد الحليف التركي بما تعتقده السعودية بخبرتها الفرنسية المصلة الانتخابي فلماذا لا ينفع في إنقاذ انتخابات الرئيس التركي ما حقق الفوز مراراً للرئيس الفرنسي الأسبق جاكشيراك وجاء بالرئيس الحلي فرانسوا هولند فكم هي تكلفة فوز العدالة والتنمية بأغلبية برلمانية مليارات دولار قال داود أغلو رئيس الحكومة التركي بحسب أوساط المعارضة التركية التي رأت زيارة كلها تفاهماً على صفقة تضمن التموضع التركي وراء السعودية في ملفي سوريا واليمن مقابل تخلي السعودية عن حلفها مع مصر وتموضع وراء تركيا بالعودة لدعم الإخوان المسلمين كحليف استراتيجي يعتمد عليه في المنطقة كلها بعدما أثبت طواعيته في حرب اليمن فحمل الوزير عدل الجبير المبلغ المطلوب وبدأت عمليات التحضير لأكبر عمليات شراء وبيع وتزوير تشهدها انتخابات كما يؤكد المعارضون الأترك الجارديان اليمن الحرب المنسية تحت دم اليمنيون شاهدوا بيأس الحرب تحتدم قبل محادثات الأمم المتحدة وبعدها الجهود الأخيرة في مصقط انتجت مخطط يأمل أن يؤدي إلى جولة جديدة من المحادثات وزير يمني صابق قال للصحيفة أن رئيس عبد الرب منصور هادي يرفض التحاور علما أن الحوثيين يريدون حلا ينقذوا ماء الوجه بحسب تعبيره قاعدة المحادثات مبنية على القرار الفين ومائتين وستة عشر وبحسب أحد المحللين فأنه لا نقص في الناشاط الدبلوماسي المشكلة تكمن في الجمهود على الأرض السعوديون لا يحققون تقدما ملموسا وقد توقفوا في مأرب وتعز الحوثيون ورئيس السابق علي عبدالله صالح غير قادرين على تغيير الوضع القائم كل الطرفين غير مستعد للتحرك من غير المرجح أن يقوم السعوديون بتنازلات هامة لأن قلقهم مرتبط بنفوذ الإيراني علما أن هذا الخوف مبالغ فيه أستاذ رفع يعني يبدو أن السعودي طبعا لن تستكين ولن تأخذ بنصائح الولايات المتحدة ولا الأممية كما قال التقرير وهي ستغير من سياساتها الخارجية وتتجه باتجاه تركيا إلى أي حد قادر على تنفيذ هذه الخطة التي تنوي عليها يعني لفتني بالتقرير أنه تريد التخلي عن حلفة مع مصر والاتجاه نحو تركيا وهذا أمر هذا كشارط طبعا من قبل تركيا مصر اللي ما بيعرف خليه يعرف أنه لحتى اليوم لم تشارك في جندي واحد في حرب اليمن ولا في قطعة ولا في طلعات هناك ترويج يقول بأن الطائرات وهم لا ولا طائرة واحدة وأنا أتحدى يعني أنا على علم وثيق بهذا الأمر مصر هي أقرب إلى سوريا من أي وقت مضى مصر اليوم وهي يعني تنصق مع القيادة السورية في موضوع محاربة الأرهاب تحديدا في كل المخابرات العسكرية والغير عسكرية وفي مناسبات عدة يعني رئيس السيسي قال بأنه ما يهمنا هو سلامة الجيش العربي السوري لأنه تكملة للجيش المصري هذا أمر يعني بلغ الأهمية هلأ في السياسة كيف تتاخد تعاون مع السعودية السعودية هي على خلاف مع جمهورية مصر العربية تحديدا فيما خاص موضوع اليمن وفيما خاص موضوع الإخوان المسلمين هذا تكون واضح للكل يعني وحتى أيضا مجلس تعاون الخليجي موضوع سوريا أكيد موضوع سوريا هو الأساس كمان يعني في خلاف كبير بين الدولتين حول تعاطي بهذا الموضوع أكثر من ذلك حتى مجلس التعاون الخليجي هناك تشققات دخل مجلس التعاون الخليجي فيما خاص حرب اليمن يعني عمان معروف لدى الجميع أنه موقفها مميز الإمارات العربية اليوم هي لا تريد الغوص بهذا الشكل الذي يعني غطست المملكة العربية السعودية بعض الدول باليمن هلأ هي تريد المملكة العربية السعودية الرد على التدخل الروسي على مطالبة أو كسب الأضيي في موضوع اليمن أو تقديم تنازلات على الصحة اللبنانية وغير اللبنانية بتطويق هذا الحراك الذي يجري اليوم في المنطقة عبر شراء الذمم بمعنى فرنسا كان فيه عنده موقف ليفت جدا قبل فترة بتقرب أو بالإقرار بأنه لا يمكن الحل في سوريا إلا من خلال الرئيس برشار الأسد من خلال مرحلة انتقالية في اليوم التالي ذهبت وزير الخارجية السعودي إلى فرنسا وتمت صفقة العشرة مليارات دولار فرنسا اليوم تبيع مواقف والمملكة العربية السعودية تشتري مواقف اليوم تفضلتم به بالتقرير هذا صحيح مئة في المئة وهي ذهبت من خلال الوزير الخارجي عدل الجبير إلى تركيا من أجل الحفاظ على رجل طيب أردوغان لأنه طيع في المشي خلف المملكة العربية السعودية يعود لديه مصلحة يعني هو ليس فقط طيئة يعني هو يريد أيضا خشبة خلاص وتأتي من السعودية صحيح من هنا أتت النصيحة الروسية يعودا على الذي بدء بالموقف ليه محمد بن سلمان سمو الأمير محمد بن سلمان عندما زاره في المرة الأخيرة في سوشي من أجل حضور هذه الفورميلا وان في سوشي قدم له النصائح وأيضا يعني دخلوا في مرحلة ما بدي أقول تفاهم لكن في تباين بالآراء وأعتقد بأنه المملكة العربية السعودية اليوم هي لازلت على الموقف المتصلب والمتصلت من ناحية إعادة خلط الأوراق هي في حساباتها بالنسبة لتركيا للحفاظ على رجل طيب أردوغان وأحمد دوود أغلو الذين قبلوا البلاء الحسن خلف المملكة العربية السعودية ما هي أفق هذه الخطوة إلى أي حد قادرة السعودية أو حتى تركيا أن يذهبا في هذه الخطوة في هذا الاتجاه يعني هلأ أن يذهبوا بهذا الاتجاه لكن كل هذه الأوراق التي اليوم تخلط على الأرض السورية يعني في الميدان بالآخر هو الذي يسير مع السعودية من الرد في لبنان هذا اللي نالك هي قبل شوي أنه كمان لفروف عندما حذر من هذا الموضوع يجب علينا التنبه بأن الساحة اللبنانية أيضا معرضة عندها يمكن أن نفهم بأن ولي جنبلاط عادة كما يقال بخفايا يجب علينا أن نترقب المواقف خلال اليومين المقبلين حتى نرى أو حتى نتلمس حقيقة الموقف السعودي وما دار بين المملكة العربية السعودية العهل السعودي خدم الحرمين الشريفين وبين ولي جنبلاط بزيارته الأخيرة هل يمكن أن تتراجع السعودية في حال أخذت في اليمن؟ حتى اللحظة ليست هناك من معاشرات لغم التقدم لمعض القوات المزيمين اليوم مسمى بقوات التحالف العربي في اليمن لكن هناك ورقة تلعب أو تعطى إلى مملكة العربية السعودية لإعطاء في اليمن مقابل تنازل أو تسهيل الأمور في لبنان وفي سوريا تحديدا لكن حتى اللحظة كل التصريح المملكة العربية السعودية لا تصب في هذا المنحة في حال نتخيل السيناريو في حال قامت فعلا السعودية بتنفيذ هذه الخطة في لبنان برأيك كيف سيرتد ذلك؟ كيف سيكون الرد على السعودية؟ من الذي سيقوم بتنفيذ هذه الخطة؟ لابد أن يكون هناك من سينفذ على الأرض هذه الخطة؟ هذا السؤال إن كان فعليا هناك تهديد جدي لابد أن يكون للسعودية جيش خفي على الأرض في لبنان حتى تستطيع أن تقوم بهذه الخطوة فينا ننكر أن هناك خلايا نايمة في لبنان؟ ما فينا حتى منذ العام 2000 عندما قيل من خلال الوزير غصن أن هناك قاعدة في لبنان وزير الدفاع السابق فيز غصن أمت الدنيا ولم تقعد وفيما بعد الأحداث التي شهدناها في مناطق لبنانية بقاعية على الحدود والعملية التي جرت لتنظيف الحدود كانت أكبر دليل ومصانع التلغيم التي كانت من ضمن الأراضي اللبنانية وحتى ضمن الأراضي السورية ترسل إلينا هذا أمر لازم التنبه له هناك خلايا نايمة في لبنان لا تستطيع قلب الطاولة 100% لكنها تستطيع أن تثير الشغب وتثير القلائل في لبنان وتربك الساحة اللبنانية وتهددها في إلها بعد على الأرض اللبنانية وعلى الساحة اللبنانية أدوات ممكن أن تستعملها في أي لحظة هذا أشار لأيله لأفروف أن الساحة اللبنانية يجب التنبه له وأنا خلال اجتماعي مع أحد المسؤولين الكبار حذرني تحديدا قال لي أنه ديروا بالكم على الساحة اللبنانية لأن الساحة اللبنانية مكشوفة من كل الميلات ومكشوفة أيضا لمخابرات العالم كله لا يوجد تماسك لأنه أصلا لا يوجد دولة الدولة شايفتها بأي حالة والمسؤولين شايفتهم بأي حالة هناك محاولة جدية لتماسك الساحة اللبنانية بالقدر الذي يعني يحمي هذه الساحة بالداخل من أية أكسة ممكن أن تطرأ في المستقبل لكن الخوف يعني موجود نعم المخيمات يعني تحديدا مخيم عن الحلوي هل له دور في هذا الموضوع هل هناك مخاوث من دور له في المستقبل هناك محاولة لاستعمال بعض الفلسطينيين في المخيمات من أجل إثارة هذه القلائل وبعض الأشخاص الذين يسكنوا بعض الدول العربية يعني لهم اليد الطولة هون في توزيع الأسلحة وتوزيع البيترو دولار مثل ما بقولوا على مجموعات المسلحة لكن ما أعرف وما أعلم وأنا أنه هناك تنصيق عالي جدا بين أجلسة الدولة اللبنانية وبين الفلسطينيين المتواجدين في المخيمات من أجل منع مثل هذه الظاهرة أو منع استعمال الفلسطينيين ليكونوا كبش محرقة أو مفتيل مثل ما بقولوا ليسموا ليولعوا المنطقة أو يولعوا الساحة اللبنانية أعتقد بأن الفلسطينيين اليوم أذاقوا المرين لليوم يجب أن يتوجهوا الفلسطينيين كلهم إلى الداخل الفلسطيني من أجل البناء على ما يسمى بالانتفاضة الجديدة ودعم هذا الشعب الفلسطيني بالداخل وليس الالتهاء كما حصل في بلدان أخرى حتى تحديدا في سوريا التدخل في سياسات بعض البلدان التي لا تفيد للقضية ولا تفيد للفلسطينيين ممكن هناك في أصوليين ممكن هناك في فصائل فلسطينية تستعمل أو بالأحرى تدفع بهذا الاتجاه لكن لن يكتب لها النجاح بعد التنظيمات بعد التنظيمات نعم لكن لن يكتب لها النجاح لأنه في نهاية الأمر هناك تنصيق عالي جدا من أعلى مستوى بين السلطة الفلسطينية كسلطة متواجدة في المخيمات وبين الدولة اللبنانية سيكون الممكن الانفجار بوجه الجيش وحزب الله صحيح وهذا ما بدأنا أن أراه بأنه هناك بعض العمليات التي تنفذ في شمال لبنان وفي البقاع اللبناني ضد ناصر الجيش اللبناني هذا من نبه له يعني نعم للأسف انتهى الوقت البحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ رفعت بدوي شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم واللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة